هناك نقاشات حول تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية هناك طرف منه وقف ضد هذا وهناك طرف اللي هو ربما غادي تساعد لي معه تعديم اللغات العلمية باللغات الأجنبية يعيش المغري في هذه الأسبوع الماضية ولحد الآن إلى واحد جوه محموم حول مسألة تدريس بأي لغة بطريقة عقلانية وواقعية وبراجماتية ما هي اللغة التي هي مؤهلة الآن لتدريس العلوم في المغرب أنا أظن بأنه لدينا جديد اللغات لدينا اللغة الفرنسية وعندنا اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية فرضت الوجودة لها في العالم ولكن في المغرب مزاني متأخرين نحن في تمكون من هذه اللغة الإنجليزية كونوا واقعين ما يمكنش من اليوم الغداء أننا نفرضوا اللغة الإنجليزية لكي ندرسوا فيها المواد العلمية لا في الجامعة ولا في التنويات ولا في الابتدائي ولا في أي مستوى إذن ما هو الحل؟ الحل هو أننا ندرسوا باللغة الفرنسية كما كان هذا النظام معمول به في الستينيات والسبعينيات وكان نظام ناجح ماذا نفعله باللغة الإنجليزية؟ يجب أن أهل أنفسنا وأطرنا من معلمين وأستداء في كل مستويات لكي يتعلمون الإنجليزية وليس غير يتعلمونها كلغة ولكن كلغة تقنية كلغة لتتمكن التلاميذ والطلبة من اللغة الإنجليزية إذن لدينا مرحلتين الفرنسية الآن لأنها تتفرض الوجود ديالها والمكانة ديالها في الاقتصاد في العلوم في التكنولوجيا في المغرب باللغة الفرنسية كلية العلوم تدرسوا العلوم الأرض والحياة والمعلوميات إلى غير ذلك باللغة الفرنسية وأنا نظن بأن يجب الحفاظ على اللغة الفرنسية وزيادة اللغة الإنجليزية لماذا؟ لماذا؟ لماذا نحيطون اللغة الفرنسية ونحن لدينا إجيال وعندنا مكاتب وعندنا مقالات اللغة العربية هي فعلا لغة رسمية ماذا تقولون للطرف الذي يريد أن نفرض اللغة العربية بالمواد العلمية ما هو خطاب سياسي إيديولوجي؟ هذا خطاب أظن أنه خطاب إيديولوجي سياسي ديماغوجي ماذا نلاحظ في مجتمعنا؟ نلاحظ أن نلاحظ أن النخب عندها خطاب وتعامل خطاب ما هو؟ هو ندرس باللغة العربية وتعامل وانتجد من هنا وتدخل ويجيب أولاده من ميليسيا ديكارت ما هي هذه الزواجية التي عيش في هذه النخب المغربية؟ إننا عقلين أن لدينا قليل أخلاق نريد أن نريد أولاد هذه الأمة التي نريد أن نريد أولادنا نحن نصفت أولادنا نحن نصفت أولادنا لغة العربية والإنجليزية وتنصفتهم الخارج وتنصفتهم التركيا والدول الغربية إلى غير ذلك أولاد الشعب ما هو المستقبل زيادة على ذلك؟ ما هو الإنتاج العلمي في الدول العربية في المغرب الدول العربية باللغة العربية؟ يمكننا أهلنا اللغة العربية والذي تنقرروا باللغة العربية الآن اللغة العربية غير مؤهلة يمكننا نقوم بوحدة العملية ونضعف كذلك في القضية الترجمة يمكننا نترجمه من فرنسية ومن الإنجليزية وخصوصاً إنجليزية ترجمة ضعيفة ضعيفة جداً في المغرب لدينا مدرسة واحدة في المغرب التي تدرس الترجمة لدينا مشروع في كلية الأدب لتدخلوا واحدة المسلك لتدريس الترجمة والجامعة المغربية واعية بموقع الإنجليزية في البحث العلمي وهناك مؤسسة في كلية العلم في الرباط مثلاً كله بالإنجليزية نحن في كلية الأدب لدينا واحدة عشرين المصدر لدينا إجبار لدينا إجبار لدينا إجبار الإنجليزية تخصوصاً لدينا والعلمي ما هو؟ وهو أننا يجب أن نتحل بشيء من الحكمة ونقصوش شوية من الدماغوجيا ونشوفوا واحد الحل يكون واحد الحل يعني معقول اللي يكون في صالح المجتمعات ونقصوش شوية تخصوص أن نظر تخصوصاً من الدماغوجيا ونقصوش شوية ونقصوش شوية